لو سألت جمهور الزمالك ايه طموحك في دوري ابطال افريقيا اكيد هيقولك الفوز باللقب مش مجرد الفوز على الجنرسيون فوت وشخصية البطل دي علشان تظهر لازم تكون بالدافع لدرجة تحسس خصمك بالزهق وانه هو مش قادر يخترقك بالعجز قدامك وتكون متهاجم بسرعة اسرع من اي رد فعل دفاعي للخصوم والحاجتين دول لحد الوقت ميتشو محتاج يشتغل عليهم كثير جدا بعد اللي شوفناه في مبرارات الزمالك والجنرسيون فوت اللي هنشرحها فيه حلقة النهاردة من صبورة في الجول هنفترض ان الزمالك بيلعب به اللون الاخضر وهنتكلم الاول على الجزء الدفاعي وازاي الزمالك كان ظاهر فيه صغرات كثيرة جدا فيه نقطتين مهمين في الموضوع ده النقطة الاولانية ملهاش علاقة بميتشو والنقطة الاولانية ليها علاقة بالقلب وبيق قوة لعب الزمالك ما ينفعش ابدا بأي حلم الاحوال لما الوينج يسيب مكانه ويروح يحاول يقابل كرة طولية رايحة للجناح بتاع جنرسيون فوت يخسر للاتحام السنائي في الهواء ما ينفعش بأي حلم الاحوال لان المساحة دي بسرعة هيقدر يستغلها جنرسيون فوت في انه يعمل هجمة خطرة على الزمالك ما ينفعش بأي حلم الاحوال حزم امام يكون داخل فخناء مع الجناح بتاع جنرسيون فوت يروحه رجل للرجل وتكون في الاخر الفائز هو جناح جنرسيون فوت لان مرة تانية المساحة دي كلها هتكون ملك الخصب بتاع الزمالك وده اللي حصل فيه الشوط الاول ويتكرر فيه الشوط التاني بعد تقول حزم امام مكان حمدي النجاز النقطة التانية بقى هي ليه علاقة جدا بميتشو وليه علاقة بالياقة البدنية وليه علاقة بالتزام اللاعبين ان الزمالك في اي وقت كان جنرسيون فوت بيعمل فيه اي زيادة عددية على الجابهة بتاعته جناحين الزمالك الهجوميين وهو وزيزو ناحية الشمال وباما ناحية الليمين مكانوش بيرجعوا يقوموا بالواجب الدفاعي وبالتالي مع كمان ان فرجاني ساسي بيزيد لأداء الدور الهجومي كان بيبقى فيه كسافة عددية كبيرة جدا من جنرسيون فوت على مجرد طارق حامد في أرض الملعب دفاع الزمالك لما كان بيتراجع كان بيسيب المساحة دي كلها قدام جنرسيون فوت يلعب فيها ولما كان بيحاول يتقدم كانت المشكلة الرئيسية انه زي ما قلنا بيخسر الالتحامات فبتكون النتيجة ان الجنرسيون فوت بيروح على الجول دي كانت مشاكل كبيرة جدا ومال الزمالك كان ازاي صلبة مع ميتشو في بداية مشوار المدرب الصري وازاي الفريق كان بيكسب بكلين شيت ورا كلين شيت ورا كلين شيت في كاس مصر الحقيقة ان الزمالك ما كانش اصلا بيتراجع المفترض لأداء الدور الدفاعي من المهاجمين الزمالك لما كان بيفتد الكورة كان بيعمل الدبل برس بسرعة جدا على اي خصف فبيستعيدها مرة تانية بسرعة ده جزء مفتقد تماما في النسخة الحالية ليه زمالك ميتشو ومش مفهوم ليه النقطة تانية نفس الموضوع لما كان مثلا على سبيل المثال اي جناح هنا علشان زيزو ما كانش بيلعب في مباراة الكاس اي جناح كان بيلعب ناحية الشمال وكان بيرجع لما كان بيخش معا طارق حامد في الجابهة الشمال دي كانوا بيعملوا دبل برس مرة تانية على حامل الكورة واسترجعوها بينما في مباراة جنراسيون فوت حتى لما زيزو كان بيرجع علشان يعمل الدور الدفاعي بتاعه ما كانش بيسند طارق حامد كان بيسيب طارق حامد يتصرف هو الواحد وطارق حامد كان بيحاول يروح على حامل الكورة عشان يقطع الكورة لكن طارق كان بيواجه من اتنين لعيبة وزيزو كان بيبقى واقف بيتفرج تماما حتى وهو راجع فدي نقط محتاجة تتصلح في دفاع الزمالك على المستوى الهجومي فطبعا احنا مش محتاجين نكرر ونقول ان ميتشو بعد ما لعب 4-2-3-1 ونجح بيها غيرها بلا اي مبرر رواح لل4-42 وبعد كده غير مرة تانية العناصر اللي بيستخدمها لعب من غير ارتكاز عمل حاجات كتير جدا خلت شكل زمالك تايح في الملعب لفترات طويلة النهاردة كان جيد جدا قدام جنراسيون فوت ان هو رجع لطريقة 4-2-3-1 وخلال طريق الزمالك اكتشف كذا حاجة مهمة اهمهم مثلا ان زيزو ينفع يكون الجناح الشمال للزمالك ومهم جدا يكون موجود في التشكيل الاساسي ان بن شرقي مهم جدا ان هو يكون البلاي ميكر وان اوباما مهم جدا ما يكونش على الجناح اليمين بعد كده وان هو يكون البديل بتاع بن شرقي في قلب الملعب وبالتالي يبقى بادي معظم المباريات من على مقاعد البودلاء المكسب فيه اداء النهاردة للزمالك قدام جنراسيون فوت ان الفريق كان قادر ان هو يخترق دفاع جنراسيون فوت في الفترات اللي كان بن شرقي بيظهر فايق فيها صحيح ما كانتش فترات متواصلة ما كانش فايق تسعين جيئة لكن كلما كان بن شرقي قادر ان هو يتحرك في عمق الملعب بشكل جيد كلما ظهر الزمالك خطرا ازاي؟ لان بوجود بن شرقي بن شرقي عنده قدرة وعنده الذكاء اللي بتخليه عارف امتى يتحول من صانع ألعاب لراجل جناح يمين لانه بيدي فرصة لأوباما انه يدخل لعمق الملعب وأوباما لما بيدخل عمق الملعب هنا بيبقى ساعاتها بن شرقي قدامه حاجة من اتنين ياما الظاهير هيروح مع أوباما فبن شرقي ياخد الخط اليمين كله ويبقى هو الراجل الداعم الحمد النجاز في الناحية دي ياما لو الراجل ده فضل حافظ مكانه واللي راح لأوباما هو لعب الارتكاز من فريق جنراسيون ساعاتها كان بن شرقي بيتحول للمنطقة دي وبيشكل راس مسلس مع أوباما ومع مصطفى محمد زي بزبط اللي حصل في الجول اللي سجلوا الزمالك اللعبة دي كانت بتحصل بالكربون في وجود شكبالة ناحية اليمين فترات الكاس لما كان بن شرقي بيلعب أساسي ولما كان شكبالة بيلعب على الجناح اليمين كان شكبالة على طول ياما بينزل لوسط الملعب قوي فيقوم واخد معاه الظاهير فتتفتح المساحة دي فياكلها بن شرقي ياما بيتحول لمهاجم تاني زي ما شرحنا فبن شرقي بيبقى ساعتها عنده فرصة كويسة جدا أنه هو يكون راس مسلس في المنطقة دي فإزا ما لتكسب النقطة دي مع فوزه بطبعا إمكانيات زيزو في مباراة المقولين العرب والتصويبات اللي بيعملها من خارج منطقة الجزاء نقصه أنه هو يلاقي حل لمعضلة الجناح اليمين سواء بفاقت شكبالة لما يرجع من الإصابة أو بأن يدي أونجم فترة أفضل فيه أكتر وخبرات أكبر فيه وسط الملعب وأونجم تحديدا محتاج لشغل كتير جدا على قراراته الشخصية في أرض الملعب لأنه في معظم الوقت بيرقص للترئيس يعني هو بيخرج من أرض الملعب متبهذل من كتر العرق حاسس أنه هو موت نفسه وطلع أقوى ما عنده وده بيبقى حقيقي لكن في الحقيقة هو ما طلعش أفضل ما عنده هو طلع آخر ما عنده أفضل ما عنده دي معناها أنه هو محتاج يتعلم إمتى يرقص؟ إمتى يباصي؟ إمتى الترئيس على لمسة واحدة بيتم مش لمستين؟ الحاجة اللي تتعمل في لمسة واحدة ما تتعملش في لمستين دي كلها حاجات محتاجة أونجم أو شيكابالا يكون موجود أو نبتدي نتفرج على إسلام جابر أو نبتدي نتفرج على مصطفة فاكحة علشان تكمل المعادلة اللي موجودة مع ميتشو في فريق الزمالك وطبعا الأهم من كده أن الفريق كله يبقى منظم لأن إنعدام النظام وغياب الضغط على الخصم مبكرا وغياب رجوعهم لأداء الدور الدفاعي مخلي الزمالك شكله في أرض الملعب مش كومبكت ومش وحدة واحدة وبالتأكيد محتاج شغل كبير علشان خاطر يستعيد شخصية البطل ويقدر فعلا ينافس على لقب قوة وصعوب الدوري أبطال أفريق اشتركوا في القناة